السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة طوب بلوك نتمنى تكونوا باخير و الاخير و انتم ما كتشوفوا الفيديو ديال هاد النهار يوم شاء الله كنقدم ليكم غريبة مع الكاب الكاكاو و الكوك او جوز الهند كتجيب مادا قلديد بزاف و كما كتلاحظو مشقة و ناجحة من اول تجريبة و اقتصادية و بكمية كبيرة ان شاء الله تجربوها تردو عليها في تعاليق لك يزور قناتي الاول مرة ما ينساش يشترك فيها و فعل جرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات بل ما نطول عليكم نمشيون مقادير و طريقة تحديب و فرجة ممتعة اذا بسم الله على بركة الله في المقادير كنحتاجه ربعة الحبات ديال البيض يكونوا بحرارة المطبخ و عندي هنا هي 300 جرام ديال الكوك انا اخذي الدك الرقيق و عندي جوج كيسان ديال سكر حبيبات و جوج كيسان ديال الزيت انا عبرت بكاس العنبا و نص كيس ديال الكاكا والمر و عبرت هنا هي كاس و نص ديال دقيق غادي نقول لكم مش هلحتاجيت في في الوصفة و عندي هنا هي جوج اكياس ديال سكر فاني وجوج اكياس من خميرة الحلوة و كذلك نحتاج واحد الرشة ديال الملح انا وضعتها في الايناء كما كتلاحظو هاد الغريبة اقتصادية و كتخرج كمية كبيرة و كتجي معلكة و المدق من ارواح ما يكون عادي نضيف سكر فاني جوج اكياس و عادي نزيد عليهم سكر حبيبات و عادي نخلط هذا العناصر مزيان حتى يندمج السكر مع البيض و عادي نضيف الزيت و عادي نخلط مزيان حتى يندمجوا هاد العناصر و هذا واحد و نضيف الطبيعة و ادخلط مزيان حتى يصرون العناصر و انا سوف نضيف 1 صفائه و اسدى العناصر حتى يكبر نضيف هذه القوة و سوف نقدم 1 صفاية كما تلاحظك يكون هناك الكويراس ونخلطه جيد ونضيف الكوك كما ترون ونستعمل يدي لكي نتحكم في الخليط ونكمل الكمية اللي باقية الكوك ونضيف الدقيق ونضيف الدقيق هنا بالنسبة للدقيق قلت لكم نعطيكم ما حال يحتاجي هنا تقريباً خدالي ايه وحد الكاس ما عمرتش حيث انا كنت عبره كاس ونص فما تكترش من الدقيق فكما كتعرفو الكوكرا فيه انواع وكايل كيشرب في السا نرغت له الغريبة نرغت غريبة نرغتك قليلة فلا تكتره نرغتك العجينة مع الكوكرا ونضيف دكجوج أكياس الخاميرات الحلوة آخر حاجة هنا أخذت سكر سبيسيال سوف نشكل الكويرات كما تلاحظون الخالط ستجمع و يسهل علينا أن نشكله كويرات بكل سهولة سوف نشكل الكويرات و نوضحهم في سكر سبيسيال و نفندهم جيد و نوضحهم في سنية الفرن فرشته بورق الزبدة هنا لم يكن لديه سكر سبيسيال يمكن أن يطحن السكر حتى يكون بودرة و يضيف له الناشا سوف نضغط عليهم هكذا كما لاحظتم معي قليلا و في هذه الأثناء سوف نضغط الفرن حتى يسخن مزيان ضروري أنه يكون سخن مزيان هذا هو السر الغريبة سوف ندخلها الطيب و هنا هذه الغريبة لا نضع الطيب أكثر من القياس و إلا تقصح لكم في الفرن سوف نحسون بها أنها تشقت نطلعها الفوق سوف نضغط و نخرجها سوف ندخل الغريبة كما قلت لكم نزل الغريبة دائما لأنها تشقق لنا و نكمل الغريبة هذا هو الشكل النهائي لجتماعكم في اليوم من أرواح ما يكون أتمنى تجربوها و تردو لي في التعليق لا تنسوا تلك يزور قناتي الأول مرة و تشارك فيها و تفعل جرس لتوصل دائما بجديد الوصفات هذه قطعة محدة و ترى كيف تجربوا كيف تجربوها إلا جربتوها كنشكركم على المشاهدة و المتابعة اتلقوا فصفة جديدة إن شاء الله بصحة و راحة و مع السلامة